ومعنا عبر الساتليت من القاهرة الدكتور سمير غطاس عدو مجلس النواب دكتور مساء الخير يعني من وجهة نظر مصر الأمن القومي المصري كيف ننظر لمحادثات اليوم غير المباشرة عدم التوقيع عليها مراشحة من أنباء حولها وحول الخلافات عليها يعني أعتقد أن مصر تنظر بقلق بالغ أولا إلى مكان نعقاد هذه المفاوضات التي كان يجب أن تكون في القاهرة وليست في موسكو أو أي عاصمة أخرى لأن القاهرة هي المكان الأنسب والأفضل والأكثر نجاعة لكل الأطراف من جهة ثانية تنظر القاهرة بقلق شديد إلى الأطراف التي تعقد هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون تركيا مثلا راعية لهذه المفاوضات وهي أحد أسباب المشكلة وهي طرف أساسي في المشكلة وبالتالي فأني أعتقد أن القاهرة تنظر بقلق بالغ إلى مكان نعقادها أثنين إلى الأطراف الراعية وخاصة وجود تركيا على رأس هذه الأطراف ثلاثة علامة رشحة من بنود للاتفاق تخلي تماما بتوازن ما بين الأطراف خاصة أنها في تقدير تنحاز بشكل أكثر إلى ما يسمى بحكومة السيد السراج على حساب الجيش الوطني وأنها في تقدير الشخصي بقى أن كل هذه المفاوضات وقف إطلاق النار رمع بحبل الإنقاذ إلى حكومة السراجة التي كانت في وضع شبه ميقوس وكاد الجيش الوطني يطبق على ترابلس بالكامل لو لا التدخل الروسي الذي من وجهة نظري وحسب المعلمات المتوفرة وجه إنذارات لأن الجيش الوطني رفض في البداية وقف إطلاق النار لكنه عاد فقبل تحت التهديد ربما والإنذار المباشر والتدخل المباشر لجهة روسيا التي عقدت صفقة مع الجانب التركي وهنا في نقطة مهمة ثم زيارة بالزبط هنا في نقطة مهمة دكتور سمير يعني بعد ما بتعدي الأيام كنا بننظر للأمر وكأن الاستعراض والضغط التركي كان ضغطا استعراضيا في النهاية اللي موجودين على الأرض بعدد قليل جدا من المستشارين واللي قال لك حرق جنودي الآن ثم يكون نقل ميليشيات أو نقل مرتزقة من سوريا وكأن الضغط التركي كان ضغطا استعراضيا باتفاق روسي من أجل الوصول إلى هذه الطاولة دعيني أتحدث عن الصفقة التي عقدت بين بوتين وبين أردوغان هذه الصفقة أحد أطرافها أن بوتين أوقف إطلاق النار في سوريا في إدلب تحديدا وهو مطلب تركي لأنه كان يخشى من ضياع هذه منطقة الشمال ويعتبر الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب رصيدا له يساوم به في اللعبة السياسية المتداخلة في سوريا وبالتالي أحد أركان الصفقة المعادلة هذه الصفقة هو أن بوتين قبل وقف إطلاق النار وعلن عنها ومن ثم ترتيبات أخرى حول منافذ لخروج المواطنين إلى آخر لكن أحد أطراف هذه الصفقة هو موافقة بوتين على وقف إطلاق النار في إدلب حيث كانت تتهاوى تدريجيا أيضا دفاعات الجماعات الإرهابية في إدلب الطرف الثاني هو السماح لتركيا بالتواجد في ليبيا وأن تكون جزءا من المعادلة مقابل أن تفوت تركيا لروسيا فيما يتعلق بكل الملف وأن تتولى روسيا الملف نظرا لإحتياج روسيا مرة أخرى للعودة مجددا إلى ليبيا واكتساب مناطق فيها كانت إلى زمن قريب جدا تتحاشى التدخل ثم أوكلت هذه المهمة لكتاب ما يسمى بفاجنر التي كانت تتولى وتنصل منها سيد بوتين قال أنهم مواطنين روس لكنهم لا يوسلون الحكومة 1500 من المسلحين المرتزقة الخبراء في القتال يتواجدون في ليبيا تخلى عنهم سيد بوتين لكن هو يطمح إلى أن يعود بعد أن ينهي ملف الذي يكاد أن ينتهي ملف سوريا هو ينتقد مرة أخرى إلى ليبيا ليضع قطف هذه هي الصفقة التي حصلت نحن بالتأكيد في مصر غير راضيين أنا شخصيا غير راضي عن هذه الصفقة وكما أشرت عن مكانة نعقدها عن وجود تركيا كطرف أساسي راعي لهذه المفاوضات وهو بالتأكيد منحاز لحكومة السراج ثلاثة عاما رشحة من بنود للاتفاق تجهل نقاط عديدة وتضع حفتر في كورنر طيب هل يعني مصر رحبت بوقف إطلاق النار هل من مصلحة مصر نرجع بقى لمصلحة هل من مصلحة مصر عقد هذا الاتفاق أن بكرة حفتر ييجي ويقول أوكي أنا حوقع هذا الاتفاق ولا ليس من مصلحة مصر توقيع هذا الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد لا أنا أعتقد أن المفاوضات ما تزال مستمرة ويجب أن تكون مستمرة لأنه لا يمكن إعطاء السراج ما خسره بالحرب المفاوضات هو يريد أن يعيد القوات إلى ما قبل أبريل وهو خسر في كل الجبهات وآخرها سرط التي خسرها بالكامل وبالتالي لا يمكن أن يسلم حفتر من وجهة نظري لا يمكن أن يسلم حفتر هناك شروط أساسية سوف أعددها يجب أن يتزامن ويتواكب مع وقف إطلاق النار تفكيك الميليشيات هذه نمرة واحد يجب أن يعاد تشكيل ما يسمى بمجلس الرئاسة يجب إعتقدر أكبر للبرلمان يجب إعادة توزيع الثروة الليبية بشكل عادل لأنه البنك المركزي موجود في طرابلس تحت هيمانة السيد السراج يجب منع التدخل أي قوة أجنبية متدخلة وخاصة ذا تركيا لكنني من وجهة نظري إذا كانت هناك مفاوضات موكلة لي مثلا سوف أشير على حفتر أن يبدأ ببند أساسي لأن هذه التفاصيل البند الأساسي الذي يجب أن يفاوض عليه من مساء الليلة إلى غدا صباحا هو إلغاء التفاهمات التي غير المشروعة التي عقدت بين حكومة السراج وبين أردوغان وبالتالي نكون ليبيا كلها والوضع العربي ومصر حققت أهدافها نقبل وقتها ووقف إطلاق النار وأي ترتبات لاحقة عليه لكن في الأساس إسقاط هذه التفاهمات التي لا شرعية لها بين حكومة السراج تفتقد إلى كل شرعية موافقة البرلمان الليبي موافقة البنود المتعلقة بمؤتمر السخيرات وكيفية عقد اتفاقات إلى آخرها وبالتالي يجب أن أبدأ بهذا السقف ثم أنزل إلى البنود التي أشرت إليها لكن البند الأساسي الذي يجب أن أفاوض عليه هو إلغاء كل التفاهمات غير المشروعة التي عقدت بين حكومة السراج وبين أردوغان طبعاً إحنا عايزين بس برضو نشرح للمشاهد المصري دكتور سمير أن تفكيك هذه الميليشيات يخصنا في إيه؟ يخصنا أن إحنا عندنا حدود غربية 1200 كيلو وبالتالي هذه الميليشيات اللي معظمها من الجماعات الإرهابية من جماعات الإخوان هي ميليشيات مهددة للحدود المصرية يعني أعتقد أن المشاهدين ما يزالوا أذكرون الحلقات السلاسة التي استضفتيني فيها في القائرة وتحدثت بإسهاب عن خطورة حدود طولها 1115 كيلو مشتركة عن الجماعات الإرهابية عن الأسلحة التي تم تهريبها في فترة من الفترات تم إسقاط طائرة هولوكيبتر بمضاد للطيرات تم تهريبهم من ليبيا وقاز حتى هذا الصاروخ كان من ليبيا صروت صلاح شحاتة تنظيم القاعدة كان موجودا في ليبيا مر عبر طهران إلى تركيا ومن تركيا أرسلته إلى ليبيا عشماوي الذي كان يقود تنظيم المرابطون تم القائل قبض عليه في بنغازي وفي درنة عشرات العمليات التي تم التسريف فهناك تهديد حقيقي للأمن القومي المصري هناك ما يسمى بميليشيات أو كتائب درع ليبيا وهي بالكامل تعود إلى جماعة الإخوان المسلمين وهناك كتائب الفاروق وهي بايعة جماعة داعش وبالتالي هناك سبع تنظيمات أخرى موجودة في طرابلس تحت كنف ورعاية السراج كلها تشكل تهديدا قويا وحقيقيا للأمن القومي عندما يتم تسريب وتحويل جماعات إرهابية أخرى من سوريا إلى طرابلس وتدعم بالسلاح التركي الذي أؤكد أنه بدأ في 18-5 العام الماضي هذه المدرعات وصلت بالفعل وشاركت في القتال وبعدها تم أثهة وبالتالي اخترقت ليبيا من الأساس القرار الدولي 19-70 الذي يمنع على كل الأطراف تزويد أي من الأطراف المتصارعة في ليبيا وخاصة من جيش الوطني بالسلاح وبالتالي يجب أن نفاوض بهذا الأفق يجب أن يأخذون إلى مربعهم في التفاصيل الصغيرة جوهر المسألة هو إنهاء هذه الماليشيات والاتفاقات جوهرها والاتفاقات غير المشروعة التي عقدت بشكل يخالف القانون الدولي ويخالف القانون الليبي والشرعية الليبية والشرعية العربية والدولية التي عقدت بين حكومة السراج وبين أردوغان هذا هو الهدف الأساسي من هذه المفاضات قبل أن تضيعنا المفاوضات في تفاصيل صغيرة شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب المصر